ويعد خفض معدل التضخم والحفاظ عليه ضمن نطاق المستهدف من البنك المركزي هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبنىها الدولة نظرا لانعكاسه المباشر على معدل النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما نجحت الدولة في تحقيقه رغم جائحة كورونا وتدعياتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ حسام ناصر المدير الإقليمي للبنك العقاري العربي المصري بالأردن سابقا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسام وبرأيك إلى أي مدى ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية في المحافظة على معدلات التضخم أهلا وسهلا شكرا لصدافها الحقيقة البرنامج بتاع الإصلاح الاقتصادي في مصر أثر بشكل إيجابي كويس قوي على المحافظة على معدلات التضخم والنزول بها نزول الحقيقة يعني واضح وملموس كانت من ثلاث سنين كانت معدلات التضخم ثلاثين في المية نزلت لعشرين وبعدين أربعة عشر وبعدين تسعة وبعدين النهاردة وصلنا لخمسة في المية وده الحقيقة يعني كان رقم أحسن شوية من المستهدف بالفعل آخر معدل تضخم سجل خمسة بالمائة في 2020 هذا أفضل مستوى منذ خمسة عشر عاما وبالرغم من أزمة كورونا يعني خلينا نعرف من حضرتك أبرز الأسباب وراء ذلك هل السياسة النقدية مثلا أم يعني علاقة التضخم بالفائدة كيف تنظر لهذا الأمر من ناحية نقدية الحقيقة هي تضافر جهود ملموسة من كذا جهة في الدولة وتوجيهات من القيادة طبعا السياسية اللي حددت أهداف معينة وأشارت بها إلى الجهات المسؤولة لتحقيقها وأنا يعني بقى أرى أنه تضافر الجهود ما بين وزارة المالية والبنك المركزي وزارة التخطيط دورهم الحقيقة بتبقى بيكملوا بعض وأدوارهم متكملة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث أربع سنوات السابقة يعني أخرج مخرجات أو كانت ثمار وكانت الحقيقة ملموسة وملموسة جدا معدل التضخم ابتدى يقل المعدل التوظيف أو البطالة ابتدى يقل قال لنسبة 7% تقريبا على ما أتذكر كان 7 و2 من 10 أخر حاجة كنت أريت عنها البالانسوف تريد اللي هو الميزان التجاري بتاع مصر تحسن كتير جدا مصر بقت تعتمد على صناعات وطنية أكتر من الاستيراد حصل فيه ترشيد كمان للاستيراد وترشيد للاستهلاك حصل فيه إصلاحات ضريبية الحقيقة أتت ثمارها برضو على نحو ملموس كل الكلام ده أدى إلى نجاح السياسة الاستثمارية أو برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من مرورنا بجائحة كورونا كل دول العالم بلا استثناء الحقيقة تأثرت تأثر شديد جدا من هذه الجائحة على مدار السنة الماضية مصر تأثرت طبعا ولكن بقدر أقل بكثير جدا وذلك نظرا طبعا أنا في وجهة نظري الشخصية إلى حصافة المسؤولين عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات الاقتصادية مصر حققت أكبر تراجع السنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق يعني إذا تحدثنا بالنسب انخفض التضخم بـ 4% مقارنة بـ 9% في عام 2019 خلينا نفهم من حضرتك أيضا مسألة السيطرة على أسعار الغذاء يعني كيف يمكن أن نستمر فيها والله هو الحقيقة اللي حصل فيه خلال السنتين اللي فاتوا الدولة بذلت جهد جبار في عملية المحافظة على المنظومة بتاعت الإنتاج الزراعي وهي دي يمكن أحد أكبر يعني قطاعات مسؤولة عن التحكم أو زيادة التضخم في دولة عن أخر لأنه دي أكتر حاجة الحقيقة اللي شعوب بتستهلكها أول حاجة والليها علوية هي الغذاء والصناعات الغذائية والمحاصيل والكلام ده بيأتي بعديها طبعا مواد البناء وبعد كده بقى المشتقات الأخرى من يعني مستلزمات الحياة إحنا نجحنا لحد كبير كبير جدا كمان في تحسين المنظومة الغذائية في مصر توسعنا في مساحات الرقع الزراعية حسننا كتير جدا سلاسل الإمداد بتاعة المواد الغذائية إلى مراكز التوزيع البضاعة بقت توصل أرخص لكن أنت تصوري حضرتك أنه إحنا منذ أكتوبر 2019 لغاية اليوم يعني بأنه سنة ونص تقريبا الأسعار تقريبا في نزول مستمر وأرشحها برضو أن هي تنقفض أكتر وأكتر على مدار الفترات القادمة هو ده اللي أدى إلى أنا من وجهة نظر يعني الحتة بتاعة التحكم في الإمداد أو العرض بتاع المنتجات الزراعية في السوق وتواجدها في متناول اليد بأسعار أو في أسعار متناول اليد الحية يعني هو ده اللي أدى إلى استقرار الأسعار في الحتة دي وابتدت تنزل وابتدى أثرها يبان على المعدلات التضخم لكن أنت تصوري حضرتك إحنا كنا من ثلاث سنين كانت معدل التضخم في سنة 17 يعني من أربع سنين مثلا معدل التضخم بعد تحرير سعر الصرف وصلنا بحوالي 30% صحيح في سنة واحدة بس طبعا الكلام ده مع ترشيد بتاع الاستهلاك مع خلق الوظيف بالنسبة للعمالة المصرية وفتح بشاريع وتوظيف الناس أو العطلين عن العمل كل ده أدى الحقيقة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية على الرغم من مرورنا بالجائحة بتاعت كوفيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ حسام ناصر المدير الإقليمي للبنك العقاري العربي المصري بالأردن السابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر